في تطور جديد أقدمت ميليشيا الحوثي على احتجاز ثلاث سفن قبالة السواحل اليمنية على البحر الأحمر بحسب التقارير فإن سفينتين كوريتين تحملان أدوات حفر وأخرى سعودية كانت على متنها شحنة نفطية تم اقتيادهم من قبل الميليشيا إلى رصيف ميناء الصليف بمحافظة الحديدة يقول الحوثيون إنه محتجز السفن الثلاث بعد دخولهم المياه الإقليمية اليمنية وبعد رفض طواقمها الإجابة على نداءات قوات خفار السواحل التابعين لها فيما يشير ناطق التحالف ترك المالكي إلى أن مسلحين حوثيين كانوا على متن زورقين هاجم السفينتين التي تملكهما إحدى الشركات الكورية الجنوبية أثناء قيامهما بعملية حفر بحري واصفاً العملية بالإرهابية العملية عقبها إرسال كوريا الجنوبية إحدى سفنها الحربية المشاركة في قوات مكافحة القرصنة في المحيط الهندي إلى البحر الأحمر فيما من المتوقع وصول وزير الدفاع الكوري إلى الرياض في زيارة لها علاقة بتطورات الأخيرة مع تأكيد وزارة الخارجية الكورية أنها تبحث مع حلفائها سبل إنقاذ رعاياها المحتجزين وإنهاء احتجاز السفينتين لم يكن هذا هو التهديد الحوثي الأول لخط الملاحة الدولية فقد أقدمت الميليشيا من قبل على استهداف سفن دولية في أكثر من حادثة لكن السؤال هو لماذا لم تواجه هذه الأعمال العدائية بموقف حازم من قبل المجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة صمت الدول عن هذه الاعتداءات التي ينفذها الحوثيون وعدم التعامل معها بحزم يحمل معه أسئلة لا تجد إجابات مقنعة فخط التجارة الدولي الذي يمر بجانب أكبر مخزون للنفط في العالم أصبح مهدداً بشكل حقيقي من قبل ميليشيا مرتبطة بمشروع إيران الإقليمي الطموح فيما لم يكن هناك أي تحرك من قبل القوات الدولية التي ترابط قرب المنطقة لإيقاف هذه الهجمات السعودية التي تحاول الحوثيين من أجل إيقاف الهجمات بين الجانبين على البر سيكون عليها فتح بند جديد للحوار مع الميليشيا لإيقاف هجماتها على سفنها في البحر وهذا ربما سيكون له ثمن مختلف في حين يبقى الثمن الأكبر هو ما يدفعه اليمنيون منذ خمس سنوات